موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من على المكشوف راح نرصب بها ونتابع بها عدد من الملفات اللي يتهم الناس اولها يمكننا موضوع مشاريع فك الازدحامات اللي اليوم منطلقة في بغداد بشكل واسع بعدة مناطق بعدة شوارع بعدة ساحات هناك مشاريع جسور هناك مشاريع انفاق لذلك اليوم حملة تطوير واكساء في اغلب شوارع بغداد امانة العاصمة حددت نهاية الشهر الجاري لموعد افتتاح طريق السندباد في منطقة الزعفراني هذا الطريق اللي طبعا خلال سنوات هو شكل نوع من العبء على السائقين والازدحامات مستمرة في منطقة الزعفرانية واللي رح يسهم بافتتاحها يعني بفك الاختناقات عن الشارع وتحديدا وبالخصوص يعني التقاطع الزعفرانية اللي دائما مزدحم والناس يمكن ضيع منقول ساعات بس مو اقل من يعني 3-4 ساعة حتى يؤبر هذا التقاطع ويجوز اكثر في بعض الاحيان من تكون الشوارع قافلها هذا الشارع رح يكون بعرض 12 متر وطولة اكثر من 3 كيلو متر يتم العمل عليه حاليا ومن المحدد او من المؤمل ان يفتح في نهاية الشهر الجاري الشهر العاشر اللي احنا به المتبقي من المشروع حسب ما يعني تحدثونا انه هو فقط الاكساء يعني باقي فقط اكساء الشارع موضوع الاكساء ايضا اعلنت الامانة المرحلة الثانية من خطتها لحملة بغداد اجمل واللي تتضمن اكساء ما تبقى من احياء العاصمة واللي راح تشمل عدة مناطق بمساحة 8 مليون متر مربع في عموم العاصمة طيب هذا الموضوع يعني اللي دا نشوفه اليوم دا يسبب ان بعض الازدحامات يمكن هاي المشاريع هي اللي موجودة حاليا دا تأدي الى ازدحامات الحقيقة لكن بالنهاية الناس يعني مضطرة انه تتحمل هاي الطرق وازدحاماتها لان على امل انه بس تنفتح هاي المشاريع ممكن يعني الشوارع شوية ترجع تتنفس الحقيقة اصبحت الشوارع في بغداد والناس كلها تعرف بساكنين بغداد واللي يتحركون في بغداد الازدحامات الخانقة في كل مكان بداية الاسبوع يعني كارثة الكوارث انه تتحرك بحرية في ساعات الصباح او حتى يعني ساعات متأخرة من الليل مناطق مركز بغداد مناطق المهمة خصوصا ببيئة الرصافة دائما يكون هناك ازدحام ممكن اكثر من مناطق الكوارث لان شوارع نعرف انه شوارع اضيق المؤسسات الحكومية والدوائر والمراجعات اغلبها في جانب الرصافة وهذا اللي دنشوفه من زخم مروري مستمر في الرصافة وعلى امل انه افتتاح يعني اول مشروع يمكن بالزعفرانية بعد نهاية الشهر والمشاريع الاخرى ايضا نتمنى ان تنجز بشكل سريع وما يكون بها تلكؤ مثل ما شفنا في عدة مشاريع بخلال السنوات السابقة واصبحت فعل المواطن انه اي مشروع يبتدأ بي خلص يعني تبقى الناس ايدها على قلوبها انه شوقت ينتهي هذا المشروع ويدخل للخدمة بحيث انه تستفاد الناس من التبليط الجيد او تستفاد من فتح شارع جديد او توسع في شوارعنا واللي هي تخدم بالنهاية المواطن العراقي والبغدادي بشكل خاص طيب راح ننتقل